كل توفيع ان شاء الله لفرقتنا يوم الحد اللي جاي في بداية مشتوار الدوري وكمان زي ما قلت حضراتكو قبل التقرير ان النهاردة لجنة المسابقات في الاتحاد القورة عملت جدول مباراة الدوري طبعا مباراة النادي الاهلي والحقيقة لما حن يعني نستعرض مع حضراتكو هذا الجدول جدول مليء بالمباريات فيه حتى مباريات يفصلها عن المباراة اللي بعديها بـ 48 ساعة عندنا مباراة الدوري فيه مباراة الكاس فيه البطولة الافريقية فيه كمان السوبر المحلي عندنا السوبر الافريقي بالاضافة طبعا كمان لتجمعات المنتخب ان شاء الله اللي هكون فيه مارس اللي جاي كل دوت ضغوط كبيرة جدا جدا الجدول قدام حضراتكو هتلاقي يعني مباراة متلحمة بشكل كبير جدا تقريبا كل تلات ايام مباراة مباراة طلع الجيش وبعدين عندنا الاسماعيلي فيه مباراة كمان في كاس افريقيا فيه مباراة كمان في كاس مصر مع نادي النصر في دوري الاثنين وثلاثين يعني جدول اعتقد جدول مكسف جدا جدا ده كمان غير الجدول او غير الاجندة الدولية يا ساهم الاجندة الدولية كمان ان تعارفة يعني النادي الاهلي ما شاء الله كل اللعيبة اللي بتلعب في النادي الاهلي لعيبة دولية اذا كانوا على مستوى الاحتراف الداخلي اللعيبة الموجودين في مصر او المحترفين زي ازاييه زي دي يانج فعندنا كمان معسكر في مارس عندنا اجندة دولية في مارس فتوالي المباريات دي بقطر اعتقد يعني احنا اداء وقدود يعني دايما بنقول احنا اداء وقدود ودي طبيعة النادي الاهلي والنادي الاهلي لازم يكون متعودين على كده ده مسابقات كتير مباريات كتير بطولات كتير تحديات كبيرة جدا جدا والفوارئ الزمنية قليلة ده تحدي للنادي الاهلي تحدي كمان للجهاز الفني والجهاز البياء كمان على المستوى البدني ازاي نيزبط كل دوت ان شاء الله لصالح الفرق انها تظهر بمستوى جيد ودايما جماهير النادي الاهلي كل اللي بقوله ده على جنب وان النادي الاهلي هو يكون البطل وهو يكون متول على منصة التتويق دايما لازم كل التوفيق لفرقتنا لان المشوار صعب والاجندة فعلا اجندة صعبة جدا مضغوطة انت عندك ماتشين في رمضان يعني هي ماتشين اهلي والزمالك في رمضان عايز اقوله لكم بالترتيب بس انت كل سنة كل مرة بتقول ده موسم استثنائي كل سنة بتتكلم عن موسم منتظم او بتتمنى ان يكون فيه موسم منتظم بس لا مفر من ضغط المباريات النهاردة عمدنا يعني يمكن تقرر قامة مباراتي الاهلي قدام الزمالك في الدوري في الجولة الاربعة والجولة الواحد وعشرين في رمضان في شهر رمضان عندنا ماتشين بالتحديد يوم 18 ابريل 9 ونص بالليل 18 ابريل ده تقريبا تقريبا خامس يوم رمضان فلكية تمام ده يكون في استاد القاهرة دي مش اول مرة طبعا احنا عندنا تقريبا يعني من زمان اه صحيح ما تلعبتش مباراة للاهلي والزمالك في رمضان ودي هتبقى افتكر صهرة رمضانية يعني كبيرة جدا لكن عموما المرة التانية بقى التحدي الكرة قالك ايه يوم 10 مايو هيكون موعد لمباراة للأهلي والزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الواحد وعشرين للدوري الممتاز وتقام ايضا في استاد القاهرة افتكر كمان يكون 9 ونص 15 مايو ده او 10 مايو ده يوافق برضو اواخر رمضان صحيح يعني اخلي بالك دايما مباريات في رمضان بتبقى صهرة ممتعة صهرة للجماهير صهرة كمان على مستوى اللعيبة انا ايام كتير لعبت في رمضان حتى ايام السيام انا سألتك السؤال ده قلتلي احلى مرشات احلى مرشات بتلعب الليه بعد الفطار قبل الفطار لما كنا بدلعب يعني احنا لعبنا مثلا بطولة الأولمبياد وكان فيه مباراة الساعة واحدة وكان اللعيبة كلها صايمة طبعا بتأثر اكيد حتى في لندن الجو معتدل شوية لكن صايمين يعني واحدة الظهر اللعيبة لعبة مباريات لكن على مستوى بالليل هنا في مصر بتبقى صهرة ممتعة واللعيبة كمان بتستمتعة بس اللعبة بتقولك ان اه نهي بتبقى مستمتعة في المشات بتاعت رمضان اكتر سجل يعني حتى سجل المباريات الاهلي والزمالك الاهلي متفوق دايما متفوق وان شاء الله يكون متفوق المباراة اللي جاية ستة متشاط للاهلي اتنى تلاتة للزمالك واتنين تعادل ده مباريات الاهلي والزمالك اللي بس في رمضان صحيح صحيح زي ما بقولك اجندة اجندة ممتلئة جدا متشاط دوري متشاط كاس بطولة افريقية عندنا السوبر المصري لسه ما تحدد عندنا السوبر الافريقي فكلها دي تحديات جديدة وتحديات قوية للنادي الاهلي ولعبته لكن احنا قادرين ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله قادرين بإذن الله ان شاء الله الخماسية ان شاء الله الخماسية